أهلا بكم من تستبيع أخبار منتخب الجزائري سعيد فلاق صحفي حسب ما وصل لهم معنومات بالماضي وقرر استدعاء محمد بن يطو لتربص مارس والاستغناء عن البنجاح بالماضي يتجي كذلك استدعاء بالفوضيل هذا ما ذكره سعيد فلاق في جديد بالماضي وكذلك حماش بن يطو وازدادكا لعب كلير منفوط الفرنسي وكذلك رجوع عدة تركائز المنتخب أبرزهم نابير بن طارب الذي يتعلق في صفوف أونجي الفرسي بدبوز المتعلق في ساتيتين ولا ننسى بن زيا المتعلق في الدوري التركي عسى أن يجلب هؤلاء اللاعبون إضافة لمنتخب الجزائري في المنبارات الفصلة أمام كاميرون أما فيما يخص عسام حوار وحقيقة أخبار تغيير جنسية الرياضية كشف موقع كورا أن حسام عوار لا يفكر أبدا في تغيير جنسية الرياضية وكذا ذات الموقع أن عوار لا يمكن حمل ألوان الخضر ضد كاميرون لأنه مطالب باستخراجه والصفر الجزائري وتقديم طلب للفيفا لتغيير جنسية الرياضية وكان عوار قد أثار جدل بشأن المستقبل الدولي في دل انتشار كثير من الشائعات حول رغبتي في حمل قامز على المنتخب الجزائري حيث نشر عوار صورة له عبر حسابه في انستغرام بقامز الخضر قبل أن يحذفها بعد مرور دقيقة لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا لكم